نعم يبدو أن إسرائيل تتطور بضرباتها وهي ما زالت تستمر في قصف العمق اللبناني حيث شهدنا ليلة أول الأمس ضربات كثيفة جدا في البقاع في مناطق البيئة الحاضرة لحزب الله ومناطق تمركز معسكرات التدريب التابعة له والآن منذ أمس شهدنا تطورا على صعيد الجبهة الجنوبية فإسرائيل توغلت حتى الآن في أربع قرى هي مروحين مروحين التي تبعد كيلو متر واحد عن الحدود عن الخط الأزرق من جهة الجنوب من لبنان عيت الشعب توغلت في عيت الشعب وهي تبعد 2 كيلو متر ونصف عن الخط الأزرق وبلدة محيبيب أيضا تبعد 2 كيلو متر ونصف وهي قريبة من بليدة وميس الجبل وأطراف بلدة الخيام وهي بلدة كبيرة جدا وهي تبعد عن بلدة الغجر المحتلة على الحدود مع إسرائيل حوالي 5 كيلو متر وهي قريبة من الجهة الشرقية أي من سوريا منطقة الجولان هذا بالنسبة للواقع الميداني لنبدأ مؤخرا بالتطورات أحدث التطورات وهو انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لجماعة حزب الله ما الذي يقوله مراقبون حول انتخاب نعيم قاسم وأيضا هل يصد اليوم الثغرات أو ما حدث من الثغرات في جماعة حزب الله نعم لقد أعلن حزب الله انتخاب من نعيم قاسم أمينا عاما للحزب وهو محاولة من إيران لاستمرارية عمل وتعبئة الفراغ الذي حصل في حزب الله إن كان من ناحية هيكلية أو من ناحية العسكرية وهم يحاولون تعبئة هذا الفراغ بشخصية نعيم قاسم عبر انتخابه حسب ما قيل من بيان حزب الله من قبل مجلس الشورى التابع للحزب أعتقد أن انتخاب نعيم قاسم شخصية نعيم قاسم هي فتح باب التفاوض من إيران من خلال نعيم قاسم فهي تريد أن تضع رأسا لحزب الله ليتم التفاوض معه على ما يبدو لإزاحة الرئيس نبيه بري من التفاوض المباشر وليتم التفاوض مع حزب الله بالمباشر عن طريق رأس وبالتالي سمعنا عبر مواقع التواصل التابعة للإسرائيلي أن هناك تلميحات باغتيال نعيم قاسم وتوعد بقتله وهو ليس بمستبعد فهم كما استطاعوا الوصول إلى نصر الله وباقي القيادات العسكرية استطيعون الوصول إلى نعيم قاسم ولكن يبدو أن نعيم قاسم يعتبر نفسه مشروع شهادة وهو يريد أن يضخ العزم والعزيمة في صفوف مقاتليه على الجبهة الجنوبية تحديدا يعني من المعلومات بأنه أساسا نعيم قاسم ليس لديه خبرة عسكرية وهنا إشارات استفهام حول نعيم قاسم بالضبط طيب حضرتك تفضلت بأنه إيجاد بديل عن بري للمفاوضات حول إنهاء الحرب في لبنان هوكستاين وبريت ماكورك سيصلان إلى إسرائيل لبرام اتفاقين الحرب في لبنان أي مؤشرات اليوم تنقلها لنا ما الذي يقوله المسؤولون اللبنانيون بالتحديد حول مسألة وقفة قنار قبيل الانتخابات الأمريكية هل هناك أي مؤشرات إيجابية؟ بما خص الخبرة العسكرية لدعيم قاسم لا داعي لأن يكون لديه خبرة عسكرية فإيران تدير العملية العسكرية تماما حيث هناك معلومات بأن هناك ضباط إيرانيون وتم هذا الموضوع وشاهدناه بالفعل عند الاغتيالات التي حصلت حصل هناك اغتيال لضباط إيرانيون كانوا متواجدون مع ضباط مع قياديين لحزب الله وأيضا هناك معلومات عن أن إيران أمرت كتائب حزب الله في العراق بالتوجه حوالي المئة عنصر بالتوجه إلى لبنان إضافة إلى ضباط إيرانيون يقيمون ويديرون المعركة من داخل لبنان والتالي لا حاجة لنعيم قاسم عسكريا بالفعل العسكري إيران تحتاج إلى رأس ليقوم بمخاطبة الرأي العام وبيئة الحاضنة لحزب الله البيئة الشيعية تحديدا وللتفاوض عبره عن طريق وضع رأس لهذا الحزب سياسي بالمعنى التفاوضي ويبدو أن إيران ذاهب إلى التفاوض حسب ما نرى من الرد والرد على الرد يبدو أن إيران ما زالت في مرحلة التفاوض وهي متمسكة بورقة حزب الله حتى الآخر بما خص الضربات التي توجهها إسرائيل إسرائيل انتقلت لاحظنا منذ ضربة القرد الحسن إسرائيل ضربت عدا على أنها تستهدف الحزب عسكريا أمنيا وسياسيا من القيادات السياسية توجهت إلى الضرب الذراع المالية للحزب عبر استهداف القرد الحسن وهو استهداف كارثي على البيئة الحاضنة للحزب هناك حوالي نصف مليون شخص من البيئة الحاضنة للحزب يضعون أموالهم في هذا القرد الحسن وهؤلاء اليوم يتساءلون عن مصير أموالهم ماذا حل بها من سيدفع لهم مدخراتهم التي رهنوها داخل القرد الحسن وهو تساؤل كبير داخل هذه البيئة وأيضا هناك تهديد إسرائيلي لمستشفى الساحل حيث يقولون أن هناك حوالي نصف مليار دولار في تلك المستشفى وقام حزب الله بدعوة الإعلاميين للكشف على المستشفى طبعا لرؤية ماذا يحدث في الداخل طبعا سمعنا بعد زيارة الصحفين بعد الصحفين قالوا أن هناك أمر مريب يحدث في المستشفى ويطالب الكثير من قادة الرأي في لبنان ونحن من ضمنهم نطالب بأن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها والكشف على تلك المستشفى كشفا فعليا ودقيقا من قبل الأجهزة الأمنية لأن حتى الساعة إسرائيل هددت ثلاث مرات وهناك توضيح من الجانب الإسرائيلي بشكل كبير عن المستشفى وما يدور في أروقاتها وما تحتها ولن تقوم الدولة اللبنانية بأي تحقق الكشف على الموضوع هل تملك اليوم الدولة اللبنانية القدرة على مسألة الكشف؟ من ثم سنعود لمسألة إبرام اتفاقين الحرب في لبنان قبل الانتخابات الأمريكية هل تملك لبنان اليوم القوة القدرة الإرادة على الكشف؟ أم أنه لا كل شيء اليوم كما تفضلت أنه بيد إيران أكيد لا أكيد إيران حزب الله يتحكم بمفاصل الدولة ولكن الآن حزب الله يتراجع والضربات التي لحقت به نقول أنه تراجع بنسبة 50 بليه بالوضع السياسي بالوضع السياسي الذي كان فيه وبالتالي على الشق السياسي المقابل المعارضة أن تضغط وأن تطالب الدولة اللبنانية بتحييد المرافق المدنية والصحية عن الاستهداف عبر ضرورة الكشف على تلك المستشفى وعلى أنفاقها وما يحيكه الإسرائيلي لمنع أي ذريعة للإسرائيل بضرب تلك المستشفى ونحن نعلم أن الإسرائيلي عندما يهدد بضرب أي منشأة هو يقوم بضربها تلك المستشفى هي حاجة ملحة للمنطقة ومن الكارثي أن يتم استهدافها ولذلك نحن ندعو للدولة اللبنانية والجيش اللبناني أن يكشف على تلك المستشفى بالتفاصيل الدقيقة وتحييدها عن أي استهداف وإن كان هناك من أموال مخبأة تحت تلك المستشفى فترد للخزينة اللبنانية للخزينة للدولة اللبنانية فليست مشكلة بأن يتم استردادها للدولة اللبنانية والاستحواذ عليها السؤال الأخير لحضرتك قبل قليل قد سألت ويمكن تشعبنا في أمور أخرى عن أي مؤشرات إيجابية لإبرام اتفاق وقف حرب في لبنان قبل الانتخابات الأمريكية أي جديد على لسان المسؤولين اللبنانيين اليوم ماذا عن المسار الدبلوماسي خاصة نعرف أنه اليوم سيصل أو غدا سيصل بريت ماكورغ وهوكستين إلى إسرائيل الكل يلعب بالوقت الضائع لحين انتهاء انتخابات الأمريكية وفوز أحد المرشحين إسرائيل تلعب بالوقت الضائع ولبنان أيضا ينتظر الردود الإسرائيلية الأمر الغير بريح هو للإسرائيلي إسرائيل ليس لها رفاهية الوقت بينما حزب الله وإيران لديها رفاهية الوقت فهي تستطيع أن تفاوض سنين وسنين فهي تلعب بورقة خارج أرضها هي تلعب بورقة حزب الله والحوثي والحجد الشعبي ولكن الإسرائيلي يتكبد يوميا خسائر وهو بحاجة لأن يعيد مواطنيه إلى الشمال الإسرائيلي وهذه الرفاهية الوقت لا يمتلكها هو بحاجة لأن يبرم اتفاقية وأعتقد أن الاتفاقية ستبصر النور عند انتهاء جوالات الرئاسة الأمريكية وانتخاب رئيس وعليه يتم تقرير مصير المفاوضات أما الآن فهو كله في كلام لا يستند إلى أي قرار أمريكي لأن الأمريكيين بانتظار أيضا انتقال الإدارة وهي ستأخذ ممكن ثلاثة شهر بعد الانتخابات الأمريكية لا نعلم من سيفوز ولكن علينا أن ننتظر لنرى الرؤية الجديدة للإدارة الأمريكية الجديدة التي ستنبثق عن تلك الانتخابات أشكرك جزيلا شكرا على كل ما تفضلت بهم الإضاحات وقراءة من بيروت الصحفي وسيم جانبين شكرا جزيلا لك